في الحقيقة لازم نبقى مدركين كويس قوي قوي صعوبة المرحلة وإنجازات النادي الأهلي في المرحلة دي هتقولي الأهلي لسه ما حققش حاجة الأهلي ما خدش بطولات في الموسم ده لسه في بطولات ما خلصتش انت مقبل على بطولة كمان مهمة أوكي متفق معاك لكن في نفس الوقت انت في عقبات غاية في الصعوبة انت بتقدر تتخطاها عقبة تلو الأخر بتقدر تكسى وبتقدر تعدي رغم الظروف الكتيرة جدا اللي كان بيتعرض لها النادي الأهلي بالتالي اللي بيحصل ده إنجاز إنجازات النادي الأهلي وثقافة النادي الأهلي بتتمثل في ألقاب ماشي لكن ان انت الفترة اللي فاتت دي بصعوباتها سواء بقى عندك ايه ضغط مطشط غير طبيعي أكتر فرق في العالم تقريبا بيلعب مطشط هتقولي ما كل الفرق مضغوطة في المطشط لا الأهلي أكتر لأن الأهلي بيلعب في بطولات أكتر الأهلي عنده عدد مطشط كتير جدا 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 فانت ضغط مطشط وإصابات وظروف تتعلق بالتحكيم وأمور كتير جدا جدا مر بيها النادي الأهلي على مدار الشهر ونص تقريبا اللي فاته ايه اللي خرج بين النادي الأهلي لحد اللحظة دي وقابله مباراة سوبر من الشهر ونص دول أو من المرحلة الصعبة دي رقم واحد لو هنتكلم على الدوري النادي الأهلي ما شاء الله لكوة إلا بالله ماشي في الدوري بشكل ممتاز ممتاز ولما بقول ممتاز بقارن بالصعوبات اللي بيمر بيها الفريق وبالغيابات بالفرق التقيلة اللي بيتلعبها بكل الظروف بكل الظروف فانت في بطولة الدوري تكسب مؤجلاتك تبقى الأول مفيش مشكلة في كده خالص ادي رقم واحد رقم اتنين انت وصلت نصف نهائي دوري أبطال أفريق في منافسة كانت صعبة جدا جدا مع فريق صندوينز وحنتكلم عن مباراة دي تحديدا كمان شوية فادي نجاح تاني او جزئية تانية النادي الأهلي قدر ان هو ينجح فيها مش التموح خالص بالنسبة لنا ان احنا نوصل لنصف نهائي بس لا طبعا احنا عارفين تموح النادي الأهلي ايه والتموح الأهلي مختلف عن اي تموح في اي حتة تانية انتوا عارفين تموح الأهلي بطولة تالت حاجة واللي احنا منتظرينها السوبر الأفريقي تختم الشهر ده بكل المكاسف دي بإذن الله تعالى يوم الجمعة نكسب السوبر فتبقى عدت اصعب مراحل الموسم وعدتها بتفوق بتفوق بسبب كل اللي انت مريت به على مدار الشهر والنص اللي فاته ظروف كلنا عارفين فبالتالي اللي بيحصل ده انجاز كبير جدا انجاز الفني للعبين لإدارة النادي الاهلي اللي هي في ظهر الفرقة دائما وابدا وبشكل ممتاز في الحقيقة فبالتالي كل التحية والتقدير للمنظومة بالكامل وللفرقة اللي عاملة مجودة عظيم قوي واللي بتفرح جمهور النادي الاهلي في كل مكان طيب هتيجي تتكلم معنا على موضوع اداء النادي الاهلي وان الاداء مش قد كده وفي بعض اللي عابين مش في مستواهم وان فيه يعني المفروض الاهلي يلعب بالشكل الجمالي افضل من كده عزيزي لازم لازم تكون بتقرأ المرحلة بطريقة صحيحة مستحيل مستحيل ان انت في كل الصعوبات دي وفي ضغط المطشط ده وتكمل هائل من الاصابات اللي كانت موجودة ان انت تتكلم في اداء طبعا كلنا نتمنى الاهلي يلعب باداء كويس ونتائج كويسة اداء طبيعي لكن في ظل مرحلة صعبة زي دي طبيعي قوي قوي ان انت ما تلاقيش اداء لكن الاهم بالنسبة لي ايه انا اعيز ايه الناتج الناتج اللي هو النتيجة اللي تعاهلني اللي تعاديني مراحل اللي توصلني لمباريات حاسمة في بطولات مختلفة الاهلي السنة اللي فاتتاخد كل البطولات ما شاء الله انت السنة دي خسرت اي بطولة مخسرتش اي بطولة بالعكس انت بتنافس على كل البطولات دوري كاس مصر دوري ابطال افريكيا السوبر كمان الافريكي بازن الله بازن الاه تقدر تتأهل كمان لكاس العالم الأندية فتبقى الموسم التاني على التولي بتحقق نفس الإنجازات هي هي فده أمر ممتاز جدا جدا فطبيعي قوي ان احنا المرحلة دي بنفكر في ايه نتيجة احش عايزين غير نتيجة من أبطال النادي الأهلي هم فعلا أبطال فريق بطولة فريق بطولة فشابوه له وتحية كبيرة جدا ليه بالتالي انا عايز اتكلم عن مبارات مبارح مبارات سانداونز ومحدش يقدر يختلف اطلاقا اطلاقا على مدى قوت فريق سانداونز في جميع الجوانب بدنية ومهارية فريق متكامل فريق ممتاز عنده مدير فاني محترم فريق قوي جدا من أصعب الفرق في البطولة حد يختلف على كده لا طبعا ان لم يكن أصعبهم كمان فريق متكامل قدرت تلعب معاه بشكل تكتيكي أكثر من رائعة مش انبارح بس بقى لا ده المبارات الأولى كمان هتقول لي احنا جبنا جون بغلطة حارس في اخر المبارات الأولى هي دي كرة القدم لكنت في نفس الوقت ما استقبلتش أهداف في نفس الوقت انت حفزت على شباكك نظيفة وده كان مفتاح التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فالجوانب التكتيكية دي لازم نشكر فيها مين ولازم نحيي فيها مين مستر بيتسو موسيماني مدير فاني بياخد انتقادات بشكل كبير جدا لحد مبارح والله يعني حتى لما الأهل تأهل وتأهل عن جدارة واستحقاق وبشكل كويس في مبارات القياب تلع بعض الزملاء الأعزاء الأعلمين بيحاولوا يدوروا أي غلط على المسلمين اللي قال لك ما ينفعش يقول تصريح مش عارف ايه واللي قال لك موسيماني مدرب على قد ايه للأسف يعني وده بقى أمر معتد احنا متعودين عليه بما انه مدرب في النادي الأهلي بما ان ده النادي الأهلي فطبيعي النادي الأهلي لازم بيكون عليه كلام كتير جدا لكن دايما برضو بيبقى الأهم في الاخر ايه النتائج فبالتالي مستر بيتسو موسيماني الراجل محقق لنا كل النتائج للمرجوه مفيش أي مباراة كبيرة الراجل ده تقريبا لعبها غير لما اكسبها او مخسرش كمان فيها عشان يبقى كلامي واضح مخسرناش أي مباراة كبيرة بنفس على كل البطولات مدير فني يعني بلغة الكورة كده صايع كورة بيعرف يتعامل نفسية مع الاعلام مع اللعيبة مع الفرق اللي بيقابلها بشكل ممتاز فبالتالي بيقدر يحق المطلوب منه فانت مش عايز منه اكتر من كده عايزين حاجة واحدة لأداء بس مش دلوقتي مش طالبين لأداء دا دلوقتي خلص احنا عايزين دلوقتي نتائج فالراجل بصراحة بصراحة عامل شغل ممتاز عامل شغل ممتاز طيب ممكن بعض يقول لك برضو احنا عندنا لعيبة يعني مش جمدين او مش بيمروا بافضل مستواتهم متطفق معاك ممكن يكون عندك مجموعة لسه مش في مستوها بعيدة على مستوها شوية لكن الشخصية بتاعت البطل موجودة شخصية لعب النادي الاهلي موجودة طبيعي جدا طبيعي جدا انت تلاقي دروبات في المستويات لكن في نفس الوقت الشخصية سواء عند اللعيبة او عند المدير فني موجودة مدير فني خلي بالك ده بمره النادي الاهلي جاء على بطولات جاء على دوري أبطال أفريقيا نوسي نهائي على كاس مصري نهائي على حاجات كده يعني ما فيش فترة أعداد ولا فيه أي حاجة يقدر يعد من خلالها اللعبين او يوصل لهم أفكارهم او الشكل اللي هو عايز يلعب به ممكن البعض كمان يقولك ايه ممكن موسيما يكون مدرب بس تكتيكي ما بيلعبش كرة جمالية لا الراجل ده بيلعب كرة جمالية لما كان في صندونز لما كانت الأمور مهيئة ليه لما الأمور تبقى مهيئة هتلاقي كرة جمالية اللي انت بتنتظرها كمشجع ومحب للنادي الاهلي فلما حتيجي اتكرم بقى الفرقة الحالية للنادي الاهلي الجيل الحالي للنادي الاهلي وهل هو عنده شخصية النادي الاهلي او لا بيه جيل قبل كده عظيم اللي هو جيل أبو تريكا وبركاته وإسلام الشطر والجمعة وعماد ما يتعبوا الناس دي ده جيل عظيم محدش يقدر يختلف فيه قدرات كبيرة جدا عندهم مش موجودة عند أي جيل حاليا في أي نادي في الدنيا في مصر تحديد لكن في نفس الوقت الشخصية موجودة عند اللعيبة الموجودة في النادي الاهلي اللعيبة الموجودة دلوقتي في النادي الاهلي جابت دوري أبطال أفريقيا بعد غياب اللعيبة اللي موجودة دلوقتي في النادي الاهلي أول مشاركة لها في كاس العالم أول مشاركة لها جابت تالت كاس عالم ميداليا برونزية رغم أن الجيل العظيم بتاعنا في تاني مشاركة جاب البرونزية أو مشاركة لعنا الأخير وده كان طبيعي ما فيش خبرات لكن دول رغم أن ما كانتش فيه خبرات في كاس العالم خبراتك كانت تقول إيه لا أو كان فيه خبرات عند المدير الفني بس قدرت أنك إيه تاخد الميدالية البرونزية الجيل الحالي كمان بيوصل لنص نهائي دوري أبطال أفريكي الجيل الحالي كمان رغم الانتقادات اللي بتوجه له وسواء هو أو المدير الفني كفريق أو مدير الفني إن شاء الله بإذن الله يفرحونا يا مجمعة به السوبر الأفريكي فهي كلها إنجازات عظيمة جدا وبتحصل بمساندة الجمهور جمهور النادي الأهلي اللي دايما في ظهر فرقته أين كانت إيه الظروف وأين كانت إيه الأزمات واللي عنده قدر كبير جدا من الوعي بخصوص أي هجوم بيحصل على النادي الأهلي أو بخصوص الظروف اللي ممكن يكون بيمر بها الفريق بشكل طبيعي